توقيع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مذكرة لتأسيس مجلس تنسيقي عراقي سعودي جاء محصلة لتقارب سياسي واستراتيجي شهدته العلاقة بين البلدين خلال الأشهر الماضية نحن نواجه منطقتنا تحديات خطيرة تمثل التطرف والإرهاب ومحاولات وزعزعة الأمن والاستقرار في بلداننا ما يستدعي من التنسيق التام لمواجهة هذه التحديات وإننا إذ نبارك لأشكنا في العراق ما تحقق بالإنجازات في القضاء على الإرهاب ودحلي وإيشارك فيه التحالف لدقود الممتحدة الصديقة والشارك في المملكة بدون شريقة صديقة لنؤكد دعمنا وتأييدنا لوحدة العراق الشقيق واستقراره مؤمنين مع الاخلافات داخل البيت العراقي خلال الحوار بضطر الدستور العراقي أحب عن ارتياحنا البالغ لتطور هذه العلاقة بين البلدين الجارين الشقيقين وإنعقاد هذا المجلس التنسيقي الأول العراق السعودي هو ثمرة الجهود والنوايا الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهنا وسياستنا والتي لمسناها في نفس الوقت من أشقائنا في المملكة وبالأخص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الشيخ محمد بن سلمان الإعلان عن تأسيس المجلس التنسيقي تم بحضور وزير الخارجية الأميركي راكس تيلرسون حضور أظهر قدرة الولايات المتحدة على التأثير في سياسات المنطقة في مواجهة نفوذ إيران التي يرى فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطر الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط العلاقة بين أمريكا والسعودية تبقى قوية كما هي العلاقة بين أمريكا والعراق العلاقة بين السعودية والعراق ضرورية لدعم جهودنا المشتركة لتحقيق الأمن والإزدهار الولايات المتحدة تدعم التعاون الثنائي بين السعودية والعراق تم تحقيق الكثير على طريق تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم فتح الحدود البرية وإعادة العمل بالرحلات الجوية بين الرياض وبغداد ونرجو أن تكون هذه هي البداية فقط لعلاقة أقوى بين البلدين تيلرسون شدد خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السعودي عادل الجبير عقب توقيع المذكرة على أهمية فتح صفحة جديدة بين العراق والسعودية مؤكداً التزام الولايات المتحدة بجلب المزيد من الاستقرار للمنطقة وأضاف تيلرسون أن العاهلة السعودي أعلن عن دعمه لسياسة الرئيس ترامب الجديدة حيال إيران فيما أكدت جبير التزام الرياض بتحسين العلاقات مع بغداد على أفضل وجه ممكن التقارب السعودي العراقي لم يقتصر على مجالي السياسة ومكافحة الإرهاب فقط بل تعداه إلى مجالات عدة وتزامن تأسيس المجلس مع زيارة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إلى بغداد بغداد التي استقبل مطارها أول طائرة سعودية لنقل الركاب بعد انقطاع دام قرابة 27 عاماً ترجمة نانسي قنقر